بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال نشوف مع بعض اسمه هل اجدت الريفت تكفي ان انا نكون ملم بالبيم كماناجية ولا في برامج تانية محتاج ان انا نشتغل عليها. مبدئيا نعرف البيم بلدنج افرموشا مودلينج ده ان انا بعمل موديل المبنى اقدر ان انا عمل منه حصر اقدر اشوف منه المشاكل هتحصل اقدر اشوف الكلاشات اقدر اشوف السيموليشا اللي اي انا عايزها سواء الحرارة سواء الاضاءة تم عاملت ازاي سواء الانشائيا فبيفيدني في حق كترة اوي. في كزا مجموعة سوفت وير كل مجموعة متنفسة في مثلا مجموعة لنعمل موديل معماري في مجموعة لنعمل موديل انشائي في مجموعة لنعمل موديل كهروميكانيكل في مجموعة لنعمل البعض الرابع في مجموعة لنعمل البعض الخامس لتقدير التكلفة في فيه ان انا اعمل سيمولياشن فيه ان انا اعمل يعني كل حاجة بتعمل كل حاجة فيها برامج متنافسة مش لازم اكون عارف قول البرامج ديت لا كفيني مثلا ان انا بعارف يعني مثلا هبدأ اعمل موديل فلازم اكون عارف برنامج واحد فيه ممكن انا في قسم غير الموديلينج فيه انا بشغل في قسم الفور دي بيشغل في بعض الزمن فابقى عارف برنامج منهم النفس وورك السينكرو ولو انت شغلت بكذا برنامج بيفيدك انت تعرف ايه اللي ناصينا او ايه اللي ناصينا ويتفيدك بس لو انت شغلت برنامج واحد ده كفاية واشهزن بتتكن البرامج اللي هي المتنافسة مع بعض لا تشوف انت افضل واحد فيهم وتبدأ تتكنه وتبدأ تركز عليه عامل زي واحد شغال طباخ فهو بيعرف يععمل مسلا المشويات وبيعرف يععمل مكرون بشاميل وبيعرف مهم كدير قوي مستعرفش يععمل حلويات ومبعرفش يعمل ترشي ومبعرفش يعمل الحاجات حادقة ومبعرفش يعمل الاكل هندي هل ما لا كده هو شيف لا هو شيف بكل حاجة وممكن للحاجة اللي هو بيعرفها حاجة واحدة وعاشين واحدة معرفهاش بس عارفها بدكان فممتز جدا جدا. لو عايز يتعلم اكتر ده بيفيده او بيقوي السيفي بتاعه او بيخليه معروف. بس المهم ان هو يتكن اللي هو بعمله او بيتكن اللي هو بتعلمه. زي ما علمنا ابي طالب بيقول. كما كل مرم ما يحسن. فانت كل ما بتتعلم حاجة وتشغل بيها وتتكنها. فده بيزود كمتك. فلو واحد شغال ريفت بس فده كده شغال بيم. محتاج ان هو يعرف المنهجية. ويعني ايه بيم وفكرة البيم. هحطرك الفيديوهات اسفل الفيديو على اليوتيوب. بقدر تشوف هاوت. ويعني ان شاء الله تعجبك بالإذن الله. ومش لازم ريفت انت انت مسلا تشغال مع ماري فما عندك برمة كتير جدا ممكن تختار منها. اللي انشاء ممكن تختار منها كذا برنامج زي تاكلة مسلا. اه الامي بي في مسلا اه اه نعمه كتير. ووفيت مستو ان هو في تقدر تشغل بالكذا. اه في نفس الملف. دعا تقدر شنال مع ماري والشوقر ممكن نفس الملف. اه ودي ميزة موجودة في بعض البرامج زي كسيم. مايكروستيشل. فتقدر تشغل كلنا في نفس الحاجات. ويبعث الحاجات ممكن تكون اه الانشاء مثلا فيها ضعيف. فاضطر الناس تصدار مثلا البرامج انشاء تاني. من خلال ده حاجة اللي هو ببين عاملها بحيث انتدار تتبادل بين البرامج اتمنى يكون الامر واضح والموضوع ان انت كل ما بتعلم اكتر وتتقن اكتر يعني مش مش كل شهر هتعلم برنامج جديد لا الشركة محتاجة ان واحد يبيفهم حاجة دي خلاص انا هبدأ ان انا اتقنها ممكن كل مسلا انتدار بح سنين امسك برنامج واحد وفرومه باش في حاجة فا باش معرفهاش وخلاص اما انا كده اعرفت وابدأ ان انا اطور نفسي وان انا مثلا اه ده انا ما عارفش اعمل هتعلمها ده انا ما عارفش اعمل الفاملي هتعلمها انا ما عارفش اعمل داينو بتعلمه فقوت نفسي في نفس السوفت وير مخرجش الواحد تاني وانا لسه ضعيف الاولين